موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من حديث المساء تقرير لفريق الخبراء الدوليين تابع للجنة العقوبات المفروضة على اليمن يوجه انتقادات لطهران حليفة الحوثيين والسعودية والإمارات التي تقودان التحالف العربي لسعادة الشرعية في اليمن التقرير عززتها مات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة بما فيها الصواريخ الباليسية واستبعد أن يكون التحالف العربي قد اتخذ احتياطاته في غارته مذكرا بأن هجمات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن تسببت بمقتل آلاف المدنيين في المحور الأول من هذه الحلقة نناقش حيثي تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات المفروضة على اليمن ما الجديد الذي أتابه تقرير وهل سيغير من شكل الحرب في اليمن وما هي العقوبات الممكن اتخاذها ضد طهران بعد إثبات تورطها لدعم الحوثيين بالسلاع وسيتؤثر التهامات التي أوردت تقرير على تدخل التحالف العربي في اليمن مشاهدي الكرام دعوني أصدف معي في هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي أهلا وسهلا بك سيد ياسين أصحب الله مساءك أخي هشام تحيير أهلا وسهلا بك يبدو أنك أيضا قرأت ملخص عن التقرير الذي أصدره الفريق فريق خبراء الأمم المتحدة في البداية ما تقييمك لهذا التقرير أو ما أهميته؟ بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعة الحال مضمون التقرير ليس جديد بالنسبة للمتابعين والمراقبين فيما يتعلق بشق حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس من قبل القوات الموالية للإمارة في الجنوب هذه أثرت في أكثر من تقرير المعلومات المتصلة بتزويد إيران للحوثيين بصواريخ هذه موجودة ومتدولة من السابق ولكن أهمية التقرير في أنه يثبت هذه الحقائق وينقلها إلى عهدة المجتمع الدولي وبالتالي يترتب عليها إجراءات والتطور الأهم هو في طبيعة الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ يعني بإزاء ما رصد أو ثبت في هذا التقرير خصوصا وأن هذا الفريق أثبت مهنيته وحيادته في التعاطي مع هذه الملفات المتصلة بالأزمة والحرب في اليمن فهو فريق مهني وبنى معطياته ومعلوماته على زيارة ميداني يلتقى بالأطراف وبالتالي خرج بهذه المعلومات بطبيعة الحال عندما يتم تثبيت فكرة أن إيران متورطة بالفعل في تزويد الحوثيين بصواريخ فهذا يعني أن إيران ضالعة في الحرب في اليمن وأن إيران تنتهك القرار الدولي رقم 2116 وبالتالي على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يفرض العقوبات التي تضمنها هذا التقرير لكن هذا يخالف ما يصرح به الحوثيون دائما بأن القدرات الصاروخية التي لديهم هي نتاج دراساتهم وعملهم وأيضا تطويرهم لهذه المنظومة وليس تدخلا من إيران وينفون في أكثر من صعيد بأنهم يتلقون أي دعم من إيران هذه أكاذيب بطبيعة الحال الجمع يعرف أن الحوثيين مجموعات مقاتلة بدائية يعني عناصرها القتالية قوات النخبة فيها تلقى التدريبات فيما يتعلق بالمواجهات والاقتحامات لكن ليس لديها ترف البحث العسكري والتطوير التكنولوجي فهي محاصرة وتحت أعين طائرات التحالف وليس لديها معامل سرية وتحت الأرض وفي بلد ليس فيه كهرباء لا يمكن الحديث عن مجمعات صناعية تطور صواريخ وتمتك صواريخ جديدة في ظل الحرب هي عصابة مسلحة في نهاية المطاف وتمارس هذه الأعمال بناء على الظروف التي توفرت لها والظروف هذه تتمثل في وجود دولة مستعدة أن تدعم بالمال والسلاح وهي إيران دول انتهازية عملت على إجهاض حركة التغيير في اليمن فمكنت الحوثيين من الدخول إلى صنعاء وإسقاطها ودعمت الحوثيين وقدمت لهم الغطاء الكامل وهذه الدول بعضها إقليمي وبعضها دولي وهي اليوم وخصوصا الدول الإقليمية تدفع ثمن المؤامر التي تورطت فيها ضد اليمنين وكانت في نهاية المطاف نتيجتها مر بالنسبة لهم قبل أن تكون بالنسبة لليمنين لأن تمكين عصابة مسلحة مثل الحوثيين كان يشكل خطر ابتداء ليس فقط على اليمنين وإنما على دول الجوار ومع ذلك حظي الحوثيون في عام 2014 بفرص تاريخية مهمة مكنتهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والسياسية والعسكرية في ضربة معلم في ما كان لهم أن يحققوا كل هذه النتائج لو لا توفروا هذه العوامل يعني عندما يتم مساعدتهم على إسقاط صنعاء انفتح المجال بالنسبة لهم وأصبح بإمكانهم أن يعقدوا صفقات ويبرموا اتفاقات مع طهران على الرغم من وجود رئيس شريعي ومع ذلك أبرموا اتفاق يقضي بتسيير رحالة جوية لم تتوقف فيها تلك الفترة أعتقد أن إيران دفعت بمجموعة أو بعدد كبير من الصواريخ يعني من خلال الطائرات أوصلتهم إلى الحوثيين وهي تدرك ولديها أجندة بأنها تخوض حرب الوكالة في اليمن وأن هذه المجموعة أصلا استثمرتها لكي تحقق أهداف طويلة المدى في مواجهة السعودية ودول الإقليم لكن كيف تستطيع إيران الآن إدخال الأسلحة للحوثيين على الرغم من أن التحالف يتخذ إجراءات بعدم السماح لدخولها هو يشدد الحصار على الحوثيين ورغم من ذلك هناك صواريخ تنطلق نحو السعودية والحوثيين أنفسهم قالوا قبل أيام أنهم طوروا منظومة من الصواريخ أرض جو تستطيع إسقاط أي طائرات حربية أنا أعتقد فيما يتعلق بالصواريخ بعيدات المدى الباليستية التي وصلت إلى الرياضة ووصلت إلى الميناء ينبع التابع لمنطقة المدينة منورة أعتقد أن هذه الصواريخ دخلت إلى اليمن في تلك الفترة الفراغ يعني قبل تدخل التحالف وفي الفترة التي وضع فيها الحوثيين يدهم على صنعة وتصرفوا كيفما يحلو لهم وعندما أصبح هناك في إمكانية لبصول الطائرات الإيرانية إلى صنعة ربما في هذه المرحلة وصلت هذه الصواريخ الكبيرة لكن في الفترة الأخيرة يمكن للتهريب أن يوصل للحوثيين الذخيرة وبعض الأسلحة التكتيكية مثل الصواريخ الحرارية مثل الصواريخ الأرض القريبة المدى بعض قضائف الكاتيوشا والهاونات إلى آخره هذه ممكن تهريبها لأنه في الوقت الذي يحلق فيه طيران التحالف على مدار الساعة في الأجواء اليمنية لا يمكن لصاروخ كهذا أن يمضي أيضا الأجواء اليمنية تخضع لرقابة أقمار صناعية تجسسية وأعتقد أن علاقة التبادل والتعاون القائم الاستخباري بين الملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يسمح لهم بتعاطي أو تبادل المعلومة الاستخبارية فيما يتعلق بحركة تهريب الصواريخ أنت تتحدث عن صاروخ كبير جدا حتى مسألة تفكيك هذا الصاروخ فيها صعوبة شيئا ما ولهذا أنا أعتقد أن مسألة تهريب الصواريخ بعيدة المدار ربما تمت في الفترة التي أعقبت السقوط صنعا وأعتقد أنها مكافأة مناسبة لأولئك الذين تورطوا في إسقاط دولتنا وفي إسقاط عملية التغيير في اليمن وفي تشريد أبناء اليمن بحجة أنهم يقضون على الثورات العربي ويؤمنون أنفسهم من إمكانية امتداد هذه الثورات إلى أراضيهم اليوم أعتقد أنهم قبضوا الثمن المناسب نتيجة تلك المؤامرة التي نفذوها ضدنا في تلك المرحلة في الحديث عن التقرير في البداية تحدثت عنه بشكل إيجابي وقلت أنه محايد وربما أعطى معلومات سنادا على وقاع وزارة الجميع كافة الأطراف وأيضا تحقق من ذلك البعض يرى بأن التقرير حاول رمية تهم بالتساوي بين إيران وبين التحالف العربي يعني هو اتهم التحالف العربي بأنه لا يراعي في ضرباته الجوية المدنيين أو اتخاذ الإجراءات التي تمنع من سقوط المدنيين فهل هذه الاتهامات واقعية فعلا؟ هل التحالف لا يراعي هذه الإجراءات؟ التقرير قال بأن الأهداف التي استهدفها طيران التحالف العربي كانت مشروعة الأهداف كانت مشروعة ولكن لم يتخذ التحالف العربي الإحتياطة اللازمة التي تمنع سقوط مدنيين في عملية كهذه وأعتقد أنه تقيم موضوعي في هذه النحية يعني يمكن مؤاخذة التحالف يعني هذه لصالح التحالف أم ضدها؟ لا هو ليس لصالح التحالف يعني في نهاية المطاف هو يقرب الحقائق في نهاية المطاف التحالف لم يذهب إلى هذه المواقع ليقتل المدنيين هذه مسألة مستبعدة في كل الأحوال إلا في حالة واحدة إذا كان هناك معطيات أو إحداثيات كيدية وهذا الأمر قد يحدث من وقت الآخر لكن ليس كل الأوقات بمعنى أن هناك ضباط ارتباط ميدانيين على الأرض يعملون وهؤلاء يتبعون أكثر من أجندة فبعض أطراف قد تكون إقليمية أحيانا أحيانا تضاد الأجندات بين دول التحالف نفسها قد يسمح بتوريط التحالف في مسائل من هذا النوع نحن نعرف أن الطيران السعودي هو الأكثر نشاط وهو محور نشاط التحالف يعني عندما نتحدث عن طيران التحالف يجب أن نتحدث عن الطيران السعودي لأن الطيران الإماراتي إسهاماته متواضعة جدا قياسا بالطيران السعودي في كل مراحل الحرب وبقية دول التحالف إسهاماتها متواضعة جدا فيما تعلق بطيران الحربي لذلك عندما نتحدث عن الطيران الحربي فنتحدث عن الطيران الحربي السعودي إذن ربما يكون هناك أطراف في التحالف نفسه تعمد إلى تعقيد المشهد في اليمن وتعقيد مهمة المملكة العربية السعودية وتورطها أكثر فأكثر من أجل أن يتسنى لهذا الطرف أو ذاك تمرير أجندته الخاصة أو على الأقل الحصول على مساحة التحرك لتمرير أجنداته الخاصة وتحقيق أهدافه الخاصة هذا الأمر ممكن لكن ما يمكن أن نتفق عليه هو أن التحالف يقصف أهداف مشروعة وهذا ما قاله التقرير الخبراء الدولي ولكن التحالف لا يتخذ الإحتياطة اللازمة وهذا صحيح وهذه نقطة قال التقرير بأنه لم يعثر على دليل بأن كلا الجانبين اتخذ إجراءات للتخفيف من الأثار المدمرة على المدنيين هو ساوى هنا بين الحوثيين وبين التحالف العربي طبعا عندما نأتي إلى الحوثيين فالحوثيين غير التحالف العربي الحوثيين يقصفون المدنيين لغرض أو بهدف إذا اليمنين مباشرة ولكن العالم للأسف الشديد لا يتحدث عن هذا الأمر بوضوح ربما لأنه ينظر في نهاية المطاف على أن الحوثيين مجرد طرف منفلت ولكن هذا الطرف هو الذي قادر البلد للحرب هذا الطرف هو الذي ورّط اليمن شيئاً فشيئاً في هذه الحرب هذا الطرف هو الذي يعمق مأساة هذه الحرب هذا الطرف هو الذي يلحق أفدح الضرر بالمدنيين اليمنين ويشردهم ويقتلهم وينكل بهم وهو الحوثيين ومع ذلك العالم يتعاطى مع القوى المسؤولة وهي التحالف للأسف الشديد لكن هذا يعوم المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن نحن أكثر تضرراً من الحوثيين ربما لكن فيما يتعلق بالعملية القتالية بطبيعة الحال لكن بعد هذه الفترة من مهمة التحالف في اليمن اليوم الضرر الذي بتنا نتلقاه من التحالف لا يقل عن الضرر الذي نتلقاه من الحوثيين شكر الله للتحالف سعيه ولكنه في حقيقة الأمر يخلط السم بالعسل للأسف الشديد يعني أنت أتيت لمساعدة السلطة الشرعية وهذه المساعدة كانت خطها واضح طريقها واضح أنك تنجز هذه المهمة بسرعة ممكنة في كل خطوة حقيقها يفترض أن تعزز قوات السلطة الشرعية ولا تسريبها إرادتها وقدرتها على النفوذ في الساحة اليمنية ما يحدث اليوم هو أنك كلما تقدمت شبراً على الأرض اليمنية كلما نزعت صلاحيات السلطة الشرعية كلما تقدمت باتجاه صنعاء كلما بحثت عن مقاولين جدد لإنهاء المعركة على سبيل المثال محاولة إظهار طارق عفاش الهارب من صنعاه كما لو كان بطلاً وتسميته بقائد انتفاض الثاني من ديسمبر هذه إجراء استفزازي لا يمكن القبول به أنت الآن تحاول أن تخلق معارك موازية خارج نطاقة الشرعية هذا الموضوع قد تناولنا حقيقة بالأمس بما يخص تعامل التحالف العربي مع بقايا نظام علي عبدالله صالح ومثل بطارق وغيره لكن الحديث أيضاً عن دور طيران التحالف أنت تنتقد ربما قصف طيران التحالف بأنه ربما هناك كثير من الضحايا سقطوا جراء هذه الضربات لكن في المقابل لو نظرنا إلى معارك الساحل الغربي وميدي بالخصوص خلال اليومين الماضيين يقول مصادر عسكرية هناك بأنه لو لا طيران التحالف وتدخلي في قصف تعزيزات الحوثيين لستطاع الحوثيون استرجاع أكثر من جبهة عسكرية هناك في ميدي وفي غيرها هذا حقيقة من ينكر هذا هذه حقيقة يعني نفعها أكثر من ضررها في النهاية لا لا القضية وما فيها أن التحالف يطيل أمد المعركة يعني هل يعقل أن الجيش الوطني غارق في أطراث ميدي أو في بعض أحياء في ميدي ولم يستطع حتى الآن حسم الموقف في ميدي هل تعتقد أن الجيش الوطني عاجز عن الإتمام هذه المهمة الجيش الوطني أنا أعتقد أن التحالف إذا لم يتدخل لكنه في المقابل إذا سماح للجيش الوطني أن يتسلح أو عزز قدرات الجيش الوطني بالأسلحة النوعية أنا أعتقد أنه حتى لا حاجة لتغطية الطيران التحالف يعني بالإمكان وهذا الأمر نشهدنا فيه تعز يعني مثلا هل تعتقد أن طيران التحالف مثلا يعني عندما تدور العملية القتالية في أحياء على سبيل المثال هنا الطيران يتحيد نعمة يظل لطيران التحالف تأثير ولكن أنا أعتقد أن الجيش الوطني والمقاومة لديها من القوة ما يكفي إذا ما أوتيح لها أن تمتلك الأسلحة التي لدى الحوثيين الذي يحدث هو أن الحوثيين يتقدمون لأن لديهم أسلحة أقوى من التي لدى الجيش الوطني لهذا يكتفي التحالف بهذا النوع من التدخل التكتيكي الذي لا يسمح بوصول المزيد من تعزيزات الحوثيين ولا يمكنهم من إحراز تقدم عسكري فتبقى المسألة معارك استنزاف مشتركة الهدف منها هو قتل أكبر عدد من الأطراف من جانب الحوثيين وهذه مشكلة كبيرة يعني المعركة وهي تستمر حتى هذه اللعظة مشكلة كبيرة لأن الجميع يعرف أن بإمكان الجيش الوطني والمقاومة أن يتقدم ويحسموا هذه المعركة منذ وقت مبكر إذن لماذا تطيل أماد الحرب؟ الأسباب واضحة هو أنك لا تثق بالسلطة الشرعية ولا تريد أن يتم الانتصار على يد السلطة الشرعية وجيشها الوطني والمقاومة والحدث أيضا سيد ياسين عن دور الإيران في دعمها للحوثيين وتزويدهم بالسلاح الذي لا يمتلك ربما الجيش الوطني في مواجهتهم هنا نعود إلى التقرير الذي صدر عن فريق الخبراء يقول وأثبت وأكد بأن إيران فعلا تهرب الأسلحة ومن بينها طائرات دون طيار هذه التي سيرونها الحوثيين وهم تصنيع إيراني الآن يقول بأنه نتيجة لذلك يعتبر الفريق بأن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة ماذا يعني إثبات تورد طهران في دعم الحوثيين؟ هل هناك إجراءات ستتخذ في مجلس الأمن نتيجة لهذا الخرق؟ أنا قلت لك منذ البداية أن أهمية هذا التقرير أنه يضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية إتخاذ إجراءات اليوم هذا الفريق ذي مصداقية وأثبت أن إيران متورطة ولديه أدلة مادية تكفي لإدانة إيران بأنها فعلا خالفت القرار الدولي رقم 2216 إذن على المجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارات واضحة ضد إيران لماذا يتأخر قرار مجلس الأمن؟ لكن في المقابل أيضا إيران عليها أن تتلقى هذا النوع من العقوبات لكن في المقابل هناك انتهاكات تصل إلى حد عرقلت العملية السياسية في الإمن وهذه العرقلة تتورط فيها أطراف التعالف الأسف الشديدة يعني على سبيل المثال أنت عندما تعمل متعمدا على عدم تمكين السلطة الشرعية وإضعافها وفصلها عن عوامل القوة في الميدان فأنت تعطل العملية السياسية في اليمن أنت تستهتف السلطة الشرعية المعترفة بها دوليا إذن أنت تعيق عملية التحول السريع نحو التطبيع وتقوية نفوذ الدولة السلطة الشرعية التي أتيت أصلا لدعمها في اليمن وأنت تعمل أيضا على إشاعة حالة من عدم اليقين والفوضى وفتح المجال لمزيد من الصراعات وصراع مركزة القوة من ضمنها أيضا الاعتقالات والإهانات والإخفاء والتعذيب كل هذه أعمال أنا أعتقد إجرامية وينبغي أن يتم التعامل وهذا الآن ما سنفتحه على صعيد الملف الإنسان الذي تناوله وهنا الصديف معي عبر الهاتف سيد توفيق الحميدي مسؤول الرصد وتوثيق بمنظمة سام الحقوقية أهلا وسهلا بك بداية سيد توفيق نتحدث عن التقرير الذي صدر عن فريق خبراء الأمم المتحدة تحدث عن وجود اعتقالات تعسفية ممنهجة وإخفاء قصري في معسكرات تتبع لدولة الإمارات حيث يستعمل الضرب والسعق بالكهرباء وكشف أن السجن بقفص تحت الشمس وهناك إجراءات منع العلاج من الإجراءات المتبعة في سجون إماراتية في اليمن يعني كشف الغطاء عن ممارسات دولة الإمارات في اليمن وذكر أن هناك سجون إماراتية يمارس فيها هذه الأنواع من التعذيب أو هذه الأساليب من التعذيب أنتم الآن كمنظمات حقوقية وإنسانية كيف يمكن أن يزودكم هذا التقرير في عملكم الآن؟ مساءلاً سعيداً لك أخي الكريم ولضيفك ولجميع مشاهدي برنامجك حقيقةً نحن كمنظمات حقوقية نرى أن التقرير الذي سربت أجزاء منه والخاص بلقنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بالشان اليمني أن هذا التقرير ننظر له من عدة زوايا الزاوية الأولى أن هذا التقرير جاء تقريراً متوازناً بحيث أنه سمى الأطراف المنتهكة بأسمائها دون أي تعميم أو ألفاظ فضفاضة تحدث عن الحوثي وتحدث عن انتهاكاته بدقة تحدث عن طيران التحالف والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتحدث عن الانتهاكات التي ارتكبتها طيران التحالف وأيضاً أعطاها مبرر أنها قد تضرب أهداف مشروعة إلا أنها لم ترعي القانون الدولي وأيضاً حدد انتهاكات دولة الإمارات بدقة كما هو الأمر الأمر الثاني أن هذا التقرير جاء في حقيقة الأمر ليقدم خلاصة أو أنه صدر أو أن كل التقارير التي صدرت خلال عام 2017 من المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية كانت حقيقية وصادقة بدون أي حياذة على سبيل المثال منظمات سام فتحت التقارير السقون السرية في شهر خمسة وثار لغط إعلامي حول منظمات سام وانحيازها وعدم مصداقيتها إلى غير ذلك اليوم هذا التقرير جاء ليضع النقاط عن الحروف أن هذه التقارير التي صدرت خلال الفترة الماضية كانت تقارير صادقة ولقت آذان صاغية من قبل لقنة الخبراء الأمر الأجمل في هذا التقرير أنه أيضاً قام بتقديم قضايا تحقيقية مهمة مثلاً ذكر في انتهاكات دولة الإمارات العربية المتعدة عن السقون السرية ما يدور داخل هذه السقون السرية الأقفاص إلى غير ذلك تحدث عن عشر حالات متعلقة بطيران التحالف العربي الأمر الثالث والمهم أن هذه اللقنة لا يمكن أن يحسبها طرف من الأطراف لصالحه هذه لقنة محايدة لا يمكن لدولة سعودية أن تقول بأنها تعمل مع الحوثي لا يمكن اليوم للحوثيين أن يتحدثون عن هذه اللقنة بأنها تعمل مع التحالف اليوم هذه اللقنة عملت بمهنية وبصداقية عالية ودليلنا في ذلك أن التقرير السابق الذي صدر من هذه اللقنة كان تقريراً متوازناً ولقى استجابة وثقة كبيرة من قبل المراقبين لهذا الوضع الأمر الرابع أن هذا التقرير اليوم وضع مهمة كبيرة أمام لقنة التحقيق الوطنية في عدن وأيضاً لقنة الخبراء التي إنشيت بموقع قرار مجلس العام لتدعيم هذه اللقنة لفتح تحقيقات جدية وحقيقية في مثل هذه الانتهاكات الجميع يعلم أن الانتهاكات تسقون السرية في القنوب إلى اليوم الرئيس عبد الرب منصور هذه شكل لقنة تحقيقة حكومية وطنية برئاسة وزير العدو إلى اليوم لم نسمع لها أي بيان أيضاً سمعنا بأن هناك بعض المعنيين في لقنة التحقيق الوطنية تقصد أن هذه اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية هي ذاتها اللجنة التي أصدر رئيس أمراً بتشكيلها عقب المعلومات التي ما كشفتم أنتم في منظمة سام وما لحقه أيضاً من هيومن رايس ووتش ووكالة الأسلسل البريس عن وجود معتقلات سرية وسجون سرية إماراتية هل هذه اللجنة التي تقصدها؟ نعم هذه أقصدها بأن هذه اللجنة شكلت ولم تتحرك على الأرض وأثارت لغات كثير أيضاً قبل أسبوع سمعنا عن قضاء يتبعوا اللجنة التحقيق الوطنية نزلوا إلى عدان وزاروا بئر سيقن المركزي إضافة إلى سيقن بئر أحمد ونشرت وسائل الإعلام بأن المعتقلين في هذه السقون هم معتقلين على ذمة قضايا جنائية ولا يوجد أي صحة لما يقال عن انتهاكات وسقون سرية اليوم هذا التقرير جاء ليضع كل الأطراف التي أنكرت أو حاولت تجميل أو حاولت تغيير الحقاق على المحك يعني أنت تنتقد هذه اللجنة سيد توفيق وتلمح بشكل آخر أنها تعمل على تزوير الحقيقة من خلال زيارته عن هذه السجون هذا ما تناقلته وكالة المواقع الإخبارية وذكرت أسماء القضاء الذين نزلوا إلى السجون بالإسم وبل نشرت صور وهو لا يجوز في حقيقة العام نشرت صور من داخل السجن مع بعض المعتقلات ونشرت صور من جانب ملاعب موجودة داخل بعض السجون وبعض العيادات الطبية وتصريحات لمسؤولين في السجون بأن كل الإدعاءات السابقة غير حقيقية وأن هذه السجون هي سجون خمسة نقوم اليوم هذه اللقنة وضعت النقاط على الحروف ووضعت هذه اللقنة على المحق اليوم هذه الملفة تجب أن تفتح بجدها إذن أشكرك سيد توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام الحقوقية كنت معنا عبر الهاتف إذن سمعت إلى ما ذكره سيد توفيق عن هذه السجون الموجودة في المحافظات الجنوبية وخاصة في عدن وحضر موت يقول التقرير أو أشار إلى أن عمل قوات الإماراتية مع القوات اليمنية يمنحها فرصة إنكار الوقاع يعني ما الذي يمكن أن يمثله هذا التداخل بين القوات اليمنية والقوات الإماراتية في شرعنة ما تقوم به القوات الإماراتية بحق المسجونين لديها في السجون السرية التقرير ريد أن يقول أن هذه الممارسات والانتهاكات تتم في نهاية المطاف في سجون داخل اليمن وتحت إشراف سلطات أمنية يمنية هناك خبراء إماراتيين وضباطوا شرفون على عملية التعذيب الممنهجة التي تتم بحق أبناء اليمن الذين يتم اعتقالهم وإخفاؤهم وتعذيبهم ولكن عندما تأتي هنا تطرح من هو المسؤول الإجراءات الرسمية والوثائق وكلها تقول أن هناك أجهزة أمنية يمنية هي التي تتبع هؤلاء وتعمل وفقا للقانون وتعمل كل ما تعمله هي من تلقاء نفسها باسم السلطة اليمنية وباسم الأجهزة الأمنية اليمنية لكن في حقيقة الأمر هذه الفراق الأمنية التي تدعمها الإمارات وشكلتها الإمارات وتوفر مرتباتها الإمارات هي عبارة عن فرق تعمل تحت إشراف دولة الإمارات العربية ولأهداف لها علاقة بأجندة الإمارات العربية السياسية والأمنية وبالتالي فهي أشبه بمجموعة من فرق المرتزقة التي تعمل لصالح قوى أجنبية لتنفيذ غاية محددة وأتف معينة إذن سيد ياسين في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش ذكرى التصالح والتسامح أيضا في الحديث عن ما حصل في 13 يناير في عام 86 ومناقشة هذه الذكرى وتداعياتها أيضا على مسيرة اليمنية من التصالح والتسامح وما إلى ذلك مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعدها نعود لمناقشة هذا الموضوع ابقوا معنا اشتركوا في القناة متوفر في جميع المحطات والسعر ثابت من 3.5 للدبة متوفر في ماري بالحمد لله وسعر الدبة الآن بـ 1500 متوفر في ماري بالحمد لله متوفر في ماري بالحمد لله إذن مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا 32 عاما على أحداث حرب يناير و12 عاما على إحياء ذكر التصالح والتسامح التي أسست لمحو آثار ومخلفات حرب يناير الدامية تأتي هذه المناسبة هذا العام على عدن وهي تعيش واقعا معقدا تنذر مع ألمه بتكرار يناير جديدة استقطابات عسكرية داخل عدن لطرفي أحداث يناير وحضور باهت كغير العادة لإحياء مناسبة التصالح والتسامح وتغييب للمراكز الثقل المدني في الجنوب وهي عدن وحضر موت سياسيا وعسكريا يصب في مصلحة السقواء مناطق ما يعرف بالطغمة والزمرة طرفاء الحرب في يناير 86 في المحور الثاني من حديث المساء لهذا اليوم نتناول كيف تمر ذكرى أحداث حرب يناير الدامية على عدن في ظل التحشيد والفرز المناطقي الذي ينذر بتكرار المأساة إذن تعليقك بداية سيد ياسين على الفعالية التي رتبت في عدن للاحتفاء بالتصالح وتسامح لما جرى في الثالث عشر من يناير عام 86 أعتقد أن التصالح والتسامح هي قيمة عظيمة ولكنها أيضا هي نفسها على الرغم من دلالتها الرائعة في تصحيح مجرى التاريخ وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة وخصوصا تلك الأطراف التي تورطت في مجزرة 13 ناير 1986 هذه مهمة ولكن في حقيقة الأمر هي أيضا تخضع لأجندة سياسية بدليل أنها سقطت عندما اقتربت هذه الأطراف من استعادة السلطة مجددا على مشارف التحول الجديد الذي تشهده اليما في هذه المرحلة نعم يعني الحديث الآن عن هذا الحضور يعني يقول بعض بأنه كان حضورا بارتا ونحن نعرف جميعا بأنه كل عام تخرج الكثير من الفصائل السياسية سواء الحراك الجنوبي أو غيرهم في شوارع عدن لتحتفي بالتصالح والتسامح كسمات اجتماعية موجودة في الجنوب وتريد أن تذكر بصراعات الماضي وأننا يجب أن نسفيد من دروسها ويكون الخلاف السياسي لا يؤدي بالنهاية إلى خلاف عسكري وصراع عسكري بين المناطق لماذا هذا الحضور باهت كما يراه البعض؟ الحضور الباهت لأن الأمور تغيرت الآن في السابق كان هؤلاء محكومين وربما المسألة أيضا ليست بعيدة عن التمويل الخارجي حتى في التحركات والمهرجانات والتظاهرات التي رأيناها تنعقد من المهرة حتى عدن خلال السنوات الماضية عندما كان الجنوبيون يواجهون أو يخوضون معركة ما تسمى باستعادة الدولة وهي معركة في حقيقة الأمر لم تعبر في مرحلة من المراحل عن رغبة جنوبية شاملة على الرغم ما يظهر من صراخ في الشارع لا زال إرث الثلاث عشر من يناير موجود تبعاته لم يتم تصفيتها من خلال قواعد واضحة للممارسات وإجراءات واضحة للعدل الانتقالية هناك عملية تمت في 13 يناير هناك طرف انسحب من المعركة السياسية وذهب باتجاه الشمال ثم عاد في عام 1994 لينتقم من الذين أخرجوه في 86 على الرغم من أن هذا الطرف أيضا كان يخوض المعركة هذه المرة على أسس مختلفة وعلى أساس مواجهة ظلم آخر وهو رغبة شمالية في الاستحواذ على الجنوب كتركة سياسية منهارة ومبعثرة نتيجة ضعف أطرافها ومراكز قواها بسبب سلسلة من التحولات العنفية ودورات العنف التي شهدت المحافظات الجنوبية ومع ذلك ما رأينا هو أن الطرف الذي بقي في صنعاء في 1994 تحرك باتجاه القنوب ثم قام بتصفيت حسابته مع تلك القوى ثم أصبحت اليمن أمام مرحلة أخرى وهي أن الدولة التي ذابت في عام 1990 في هوية جديدة هي الجمهورية اليمنية اليوم أبنائها نتيجة الهزيمة العسكرية والسياسية التي لحقت في 1994 باتوا يتجمعون شيئا فشيئا يحاولون التخلص من تبعات 86 لكنهم لم يستطعوا التخلص من هذه التبعات حاولوا لكن بقيت يعني كل المنخرطين في عملية التصارح وتسامح كان المسألة لا تتجاوز المهركانات لكن الأجندات بقيت على ما هي التكتلة بقيت على ما هي التراد بقية على ما هو عليه بدليل أنه عندما لماذا لم يتجاوزوا بعد مرور حوالي من 86 حتى الآن 32 عاما لماذا لم يتجاوزوا الناس؟ هذا إرث مثقل بالحروب الدموية لا تستطيع أن تتجاوزه لأن التطورات التي جاءت لاحقة لم تسمح بما قلت عليه وهو عدالة انتقالية ومصالحة وطنية لم يحدث هذا المصالحة الوطنية لم تحدث حتى عندما فكر الجنوبيون القيام بهذه المصالحة الوطنية كانت مصالحة مهرجانية ولم تكن مصالحة قائمة على رغبة حقيقية في تجاوز الماضي والناس ذهبوا إلى المهرجانات لأنه لم تكن بيدهم سلطة جميعهم كانوا مهزومين جميعهم خارج التاريخ جميعهم خارج العملية السياسية ولهذا كانت عبارة عن مهرجانات والسعراضات عندما لاحت الفرصة لاستجماع القوى الجنوبية وتوفرت إمكانيات عسكرية لاستعادة الدولة الجنوبية بدأت الهويات الجهوية تظهر من جديد ولهذا لاحق في سماء عدن إمكانية خوض معركة مماثلة لما دارك في عام 1986 وأعتقد أن الذي غدل تفصد أن هناك مقدمات الآن نعم والتحالف العربي يتحمل مسؤولية كبيرة فيما آلت إليه الأوضاع وفي محاولة إعادة إحياء دورة عنف جديدة في المحاولات الجنوبية وفي استثمار التناقضات الجنوبية هناك استثمار واضح للتناقضات الجنوبية هناك معسكرات مغلقة للضالع هناك حزام أمني يغلب عليه العنصر الذي ينحدر من جبال يافع هناك قوات ألوية عسكرية تضم معظم عساكرها وضباطها من الصبيحة وهؤلاء منبوذون نوعا ما بسبب أجندتهم الوطنية وبسبب حماسهم من المشروع الوطني وربما قبولهم بفكرة إمكانية إعادة صياغة الدورة اليمنية وفي قصة جديدة وهناك أيضا وحدات حماية رئيسية يغلب عليها العنصر المنحدر بن أبيان وبالتالي نحن أمام إعادة تموضع مناطقي الذي ساهم فيه إلى حد كبير هو الأجندة الانتهازية للتحالف لكن أيضا هناك استعداد أيضا لدى هذه الأطراف للعبة دور نفسه للعمل بالوكالة لإثارة وإعادة إنتاج دورات عنف جديدة لهذا أنا أقول طالما وأنه لم تتحقق دورة مصالحة حقيقية بين المكونات الجنوبية فأعتقد أنه لا يمكن تجاوز إرث 86 طيب تعليقا على تلك الأحداث الدموية التي حصلت في 13 يناير يقول الكاتب منصور هايل عن هذه الأحداث تقول أن 13 يناير كانت أكبر عملية انتحار جماعية وعلامة فارقة على الإخفاق في إدارة الخلاف والاختلاف ما رأيك فيما قاله؟ أتفق معه أتفق معه هذه أكبر عملية انتحار لأنه عندما تصل إلى أفق مسدود والحقيقة هنا عندما وضع علي ناصر محمد الذي لا زال على قيد الحياة كل سلطات الدولة بيده وحاول أن يقصي خصومه كان ربما إذا كان لديه مشروع للإصلاح فكان عليه أن يحسن إدارة هذا المشروع إدارة الخلاف والاختلاف وإدارة الخلاف والاختلاف ولكنه لم يستطع مواجهة الأجندات والآراء المختلفة التي بدأت تأتي من قبل رفاقه في قيادة الحزب وأنت أمام حزب أصلا يخضع لقيادة جماعية وليس لقيادة رأسية أو لقيادة فردية هو حزب تكوينه التنظيمي يقوم على فكرة اتخاذ القرار الجماعي فأنت وجدت أن أسهل طريقه والتخلص من هؤلاء بطبيعة الحال العامل الإقليمي هنا ليس غائبا العامل الدولي ليس غائبا لقي ربما إشارات واضحة من الأطراف الإقليمية للقيام بهذه المهمة القدرة في حقيقة الأمر وقام بتصفية رفاقه ولكن مهماته لم تنجح فالجميع ذهب إلى العملية الانتحارية الكبيرة هذه لأن المسألة آلت إلى عملية تصفيات على الهوية في المحافظات الجنوبية والنتجة هو أن من عشر إلى عشرين ألف قتيل ذهب ضحية دولة العنف ترك وخلال أيام أيضا الآن في الحديث عن تطورات الأحداث السياسية والعسكرية في المدن الجنوبية نرى أيضا تصاعدا في لغة التحشيد المناطقي وظهور هذه النزعة لدى الكثيرين وعدم تقبل الآخر البعض يرى بأن رأيه هو الذي يجب أن يسود في المحافظات الجنوبية ولا يجب أن يكون للآخر رأي في ذلك هل ترى بأن هذه التصرفات ربما تساعد على ظهور دورة عنف جديدة ربما ستكون مشابهة لما حدث في الماضي الدوافع المناطقية للأسف الشديد هي اليوم التي تحكم مواقف المتسيدين في عدم في هذه المرحلة وتدفعهم إلى اتخاذ مواقف لا أخلاقية على سبيل المثال النقبة العسكرية والسياسية التي كانت جزء من السلطة الحاكمة في المحافظات الجنوبية وتنحدر من تعز وصولها تنحدر من تعز اليوم تعز بكاملها يتم التعامل معها بطريقة لا أخلاقية وبطريقة تفتقد حتى للرؤية الاستراتيجية فأنت الآن تخاصم محافظة بكاملها لأن كان هناك على رأس القيادة في الجنوب شخص ينحدر من هذه المنطقة أو أنك تعتقد أن أبناء تعز كانوا يحركوا هذه المواجهات أو الصراعات اليوم هذه النقبة التي تنحدر من تعز لم تعد حاضرة الآن ومع ذلك لم تستطيع أن تدير خلافاتك ولديك لا زال الاستعداد لخوض تجربة عنف أكثر قساوة في هذه المرحلة وفي هذه الظروف وعلى الرغم من تجربة ناير المريرة دون الحاجة إلى وجود أطراف أخرى من محافظة أخرى لتغذية هذه الكراهية اليوم الذي يسيج عدن بهذا القدر من الكراهية ويدفع بأبناء المحافظة الشمالية وخصوصا أبناء محافظة تعز ويمنعهم من دخول عدن أو المرور عبر مطر عدن أو المرور عبر عدن ذهابا إلى محافظة أخرى أو إلى مناطق أخرى فأعتقد أن هذه النزعة لا يمكن أن توشر بخير وهذه النزعة هي كارثة أولا ستنعكس بشكل مباشر على الوضع في الجنوب وستنعكس صراع محتدم بين المكويرات الجنوبية نفسها لأن الأخلاق لا يتجزى الرؤية السياسية الناضية هي التي ينبغي أن تتوفر هذه المرحلة هؤلاء الناس يجب أن يتجاوزوا في طبيعة تفكيرهم الدوافع الجهوية حتى يستطيعون اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بالحاضر المستقبل سيد ياسين لا أحد يريد تكرار ما حصل في الماضي ويجب أن تكون دروسا نستفيد منها في الوقت الحاضر والمستقبل الجميع ينادي بقيم التصالح وتسامح هي قيم سامية وجميعنا نريدها وبتأكيد نريد أن نرى محافظات جنوبية وشمالية متعايشة لا يوجد فيها نوع من البغضاء المناطقية وما إلى ذلك حتى علي ناصر محمد في بيانه الذي يتزامن مع ذكرى التصالح والتسامح قال أن استقرار المحافظات الجنوبية هو أيضا استقرار المحافظات الجنوبية ونحن نقول أيضا استقرار المحافظات الجنوبية هو استقرار للمحافظات الشمالية الآن ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به التحالف العربي والحكومة الشرعية لوقف أي تدهور في هذه المسألة ويكون التصالح والتسامح هو عنوان المرحلة التحالف العربي اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه دفة الأحداث في اليمن فهو المسؤول العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني عما يجري في اليمن ماذا يجب عليه أن يعمل؟ عليه أنه هي الأرضية لكي يسلم اليمن لأبنائه وهم في حالة تصالح يجب أن يتصرف وفق الأهداف المعلنة ويجب أن يفكر بجدية في مسألة مستقبل اليمن كدولة موحدة وأرضا وبشرا وترابا ماذا القوى السياسية في الجنوب؟ القوى السياسية أنا أعتقد أنها ستحتكم في نهاية المطاف لهذا المؤثر القوي جدا لأن هذه القوى الجنوبية هي الآن تتشجع من الدعم الذي تتلقاه من أطراف التحالف يعني المجلس الانتقالي من الذي يبتكره الآن؟ المجلس الانتقالي هذا رأس الحرب في مسألة النزعة الانفصالية وفي تعويم الحرب في اليمن وفي خلط الأوراق من الذي يقف خلفه؟ من الذي يموله؟ من الذي يوفره الطائرات التي تقله من المحافظة إلى أخرى ومن المنطقة إلى أخرى؟ من الذي يمول ميزانيته؟ من الذي يعطيه يمنحه هذه الضمانات الأمنية؟ ويجعله يتحرك في فضاء آمن في منطقة مضطربة يعني لا شك أن الإمارات العربية المتحدة هي وراء كل هذا إذن من مسؤولية الإمارات العربية المتحدة اليوم أن لا تتعامل مع المجلس الانتقالي هذا تصرف أهوجة يعني أنت كيف تتعامل مع فريق ينادي أصلا بتجزيء اليمن؟ وأنت دخلت تحت مظلة الدستور اليمني وأنت أصلا منحت شرعية تدخل في اليمن لأنك تعمل تحت مظلة رئيس شرعي يحكم الجمهورية اليمنية فإذا قبلت بأجندة هؤلاء فأنت لأن تتصرف الدستور بالتالي تدخلك سيصبح في مرحلة ما غير شرعي ومرفوض وسستحول إلى قوة احتلال وضحت الصورة سيد نبيل السيد ياسين التميمي عفوا أشكرك جزيلا شكر الكاتب والمحل السياسي مشاهدين الكرام أيضا التصالح والتسامح يجب أن يكون عنوان للمرحلة وأن يتناسى الناس خلافاتهم والماضي الأسود الذي مرينا به على عدد مراحل تاريخية يعني تجنبا لما قد نقع فيه في المستقبل لذلك يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على طيب المتابعة نلتقيكم في حلقة قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة